حدث طارئ على الحرب في أوكرانيا قوات كييف تتوغل داخل الحدود الروسية إلى نحو ثلاثين كيلو مترا في عملية غير مسبوقة استمرت ستة أيام يعلن الجيش الروسي وقف التقدم الأوكراني ويؤكد وصول دبابات كييف إلى عمق منطقة كورسك وإفشاله محاولات اختراق نفذتها مجموعات مدرعة قرب بلدات تولبينو وأبشتيتي كولديز وجورعفلي تطلب الأمر تدخل الدفاعات الجوية والطائرة المسيرة والمدفعية إضافة إلى الدفع بقوات احتياطية من مجموعة الشمال المنتشرة في منطقة خاركييف الأوكرانية إنه اختراق كبير بشهادة موسكو وبتصريح ضمني من كييف قدم قائد قواتنا عدة تقارير حول خط المواجهة وسير الحرب على أراضي المعتدي لقد أثبتت أوكرانيا أنها قادرة بالفعل لتحقيق العدلة وضمان نوع الضغط المطلوب يقول مسؤول أوكراني كبير إن العملية تتهدف إلى تشتيت قوات موسكو وزعزعت الوضع في روسيا فترد القوات الروسية بقصف جوي على مدينة كييف حصيلته قتيلانه وعدد من الجرحة إنها المرة الثانية التي تستهدف فيها العاصمة الأوكرانية خلال هذا الشهر يقول رئيس الإدارة العسكرية للمدينة على أعقاب توغل أوكراني في الأراضي الروسية وقصف مكثف على مناطق كورسك وبلغرود وبرياسك وأوريول تصعيد أوكراني لن يمر دون عقاب تتوعد موسكو تقول المتحدثة باسم خارجيتها ماريا زخاروفا إن الرد سيكون شديدا ومحاسبة مدبري الجرائم ومنفذيها بمن فيهم رعاتهم في الخارج لن تتأخذ